البغي هو تجاوز الحد فربما يكون البغي بالكلام البغي بالفعل البغي على الجيران البغي على الأهل على الأولاد على الموظفين على الزملاء على الطلاب في المدرسة هو تجاوز الحد في العقوبة أو تجاوز الحد في استرداد حق معين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البغي من أعظم الذنوب يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجر الله عقوبته في الدنيا مع مثل ما يؤخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم هذان الذنبان البغي وقطيعة الرحم يستهتر ويتساهل فيها بعض الناس كأنها لشيء كأنها شطارة كأنها يعني فهلوية كما يسمونها لكنها والله ستوقف هذا الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى وستعجل عليه عقوبته في الدنيا